9 سنين كل سنة وانت طيب يا يوسف وكل سنة والشعب المصري كله خير والحقيقة احنا بنتذكر في 3 يوليو ويمكن طبعا احنا كان بيننا عديد من اللقاءات والمشاورات في السنة السودة دي لحتى الخلاص من هذا التنظيم الارهابي اللي كان بيحكمنا فبعد 9 سنين بشوف النهاردة مشهد الصبح كده وانا نازل السيد الرئيس وهو بيفتتح القطر الكهربائي وبرجع افتكر احنا من 9 سنين كان الموقف ان احنا عايزين كهرباء تبقى موجودة في البيت اصلا يعني الكهرباء بتيجي ما بين عظمة الانجاز في التسع سنوات والتحديات الكبرى اللي مصر مرت بيها في التسع سنوات من تحدي مكافحة الارهاب لتحدي الاصلاح الاقتصادي لتحدي الاصلاح السياسي بكل تفاصيل بقى اللي ممكن تندرج تحت كل التحديات اللي مصر وجهتها بشوف انه قرار 3 يوليو وصورة الشعب المصري في 30 يونيو حتى الان احنا يمكن ما تدنهاش حقه اللي حصل ده معجزة بكل المقاييس ليه ليه انت عندك تنظيم ارهابي وصل في غفلة من الزمن الى سدة الحكم وهذا التنظيم الارهابي كان متبني وجهة نظر يا نحكمكم يا نقتلكم ونقعد في الحكم 500 سنة وكل كلام اللي كنا بنسمعه ده فكرة انه في جماعة تتصور انها هتقدر تسيطر على كل حاجة وتعمل عملية اخوانا للدولة وتعمل كل الموبقات وكل المخازي المتعلقة بانتهاك الامن القوم المصري وباع اسرار الامن القوم المصري برا وتحقيق مصالح التنظيم الدولي الارهابي للاخوان على حساب المصلحة الوطنية بغض النظر الوطن بيقول ايه المهم بالنسباله مكتب الارشاد بيقول ايه المهم بالنسباله التنظيم الدولي للاخوان بيقول ايه المصالح المرتبطة مع دول تانية قريبة من مكتب الارشاد اهم بالنسباله من المصلحة الوطنية صحيح كل التحديات دي الشعب المصري قال لأ مش بس علشان البنزين مش موجود في البنزينة ولا السولار مش موجود فيها ولا الكهرباء بتقطع أنا رأيي أنه المحرك الرئيسي كان أنه فيه إحساس عام بالخطر بالخطر على الدولة نفسها على كيان الدولة نفسها أنت لما تتذكر حدثة رفح الأولى وتتذكر قد إيه كان فيه إحساس عام بأنه الجماعة دول اللي بيحكموا دلوقتي ليهم علاقات وثيقة بتنظيمات الإرهاب في العالم كله صحيح وفيه إحساس عام كده محدش عارف يقول إزاي إحنا وصلنا أنه رئيس الدولة الرئيس المعزول محمد مرسي فيه شك أنت ما عندكش لسه قراء ويقين عن إيه اللي بيحصل لكن الخطاب اللي بيقوله الإخوان هو الخطاب اللي بتقوله داعش هو الخطاب اللي بيقوله القعدة هو الخطاب اللي بيقوله كل التنظيمات الإرهاب في العالم ولذلك فيه حاجة مشتركة ما بين هذه التنظيمات وبعضها وبعدين ييجي رئيس الدولة في هذا الوقت للأسف يعني يقولك لما حصل حدثة خطف الجنود يقولك الحفاظ على سلامة الخطفين والمخطفين في اللحظة دي حسنا أنه لأ ده مش الخطفين والمخطفين ده البلد اللي مخطوفه فيه جماعة خطفة البلد في لحظة من اللحظات تعرف أن يوم أنا شفت إيه لما كنت بتفرج على التلفزيون شفت تعبيرات وش الله يرحموا المشير طنطاوي طبعا عمل بالزبط كده طبعا يعني طبعا تمام ثم تتصعد الأحداث فتلاقي يوم نصر أكتوبر قتلت الرئيس السادات قاعدين في الاحتفال يا ما قوة سياسية اختلفت مع الرئيس السادات طبعا من اليسار ومن النصرين وغيره لكن هل في حد عاقل يختلف مع أي رئيس يبقى متصور أن الحل هو استخدام العنف والإرهاب والقتل قلتاله يعني وبعدين عزم القتلة ثم في يوم نصر أكتوبر تلاقي قتلة الرئيس السادات قاعدين في هذا الاحتفال في هذا المشهد تختلف بقى في السياسة مع الرئيس السادات تتطفق في السياسة مع الرئيس السادات ده أمر وانت شفت أنه فيه تنظيم بيقول للدولة المصرية الوطنية مفهوم الدولة الوطنية لا مش موجودة الدولة الوطنية اللي موجود دولة الجماعة وتتذكر بقى كل اللي كان بيقوله مرشد الإخوان عن عن طزف مش عارف ايه طبعا نفعش الكلام ده احنا نقوله لكن بالنسبة له المسلم اللي في دولة تانية أولى من أن يحكمني مسلما ماليزيا عن المسيح المصري فأنت هنا بتتكلم على مفهوم آخر غير الدولة الوطنية خالص دي مش مصر اللي احنا نعرفها مصر اللي احنا نعرفها هي الهلال مع الصنين في صورة 19 دي مصر الوطنية المصرية أصلا تشكلت فيه وبرزت وكان عندها موقف واضح من الاحتلال في صورة 19 على مدرسة ايه؟ على مدرسة انه سعد باشا زغلول زي ويصة واصف باشا زي مكرم باشا عبيد زي مصطفى النحاس صح مفيش فرق هنا بين مسلم مسيحي ده كلام مش مطروح على الإطلاق الكلام اللي قاله القصة سيرجيوس لما خطب فيه الأزهر واتكلم على انه لو هيقتلوا المصريين المسيحيين فليعيش المسلمين المصريين أحرار وإحنا هنا ما بنتكلمش مسلم مسيحي إحنا كلنا مع بعض في مواجهة الاحتلال المنهج ده دي الوطنية المصرية اللي احنا نعرفها أول مرة نشوف بقى كلام له علاقة بإنتو وإحنا والمسلمين والمسيحيين ده مش منهج خالص الوطنية المصرية اللي حصل في 30 يونيو هو مش بس تحدي لجماعة إرهابية ده تحدي لإرادات دولية وإقليمية كانت عايزة البلد دي تروح في مكان تاني خالص في مصار يروح للحرب الأهلية اللي حصل ده دي مشاريع دولية كانت تهدف لتدمير هذا الوطن خروج الشعب المصري بالتفافه وبوحدة قراره في 30 يونيو مش بس أفسد مخطط الجماعة الإرهابية ده أفسد مخططات دولية ومخططات إقليمية ما كانتش عايزة استقرار لهذا البلد ولذلك لما وإحنا في ذكرى 3 يوليو وأنا بتذكر يوم الاجتماع الشهير اجتماع 3 يوليو وكنت دعيت إلى هذا الاجتماع كأحد ممثلين الشباب عن خرق التمرد في اجتماع 3 يوليو ومع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي في هذا التوقيت نتذكر حاجتين مهمين جدا النقطة الأولى ودي لفتة هنحطها كده في الاعتبار وإحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة وربطها باللي بيحصل إنه بدأ الاجتماع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقتها بإنه شكر الجميع وقال إن إحنا بصدد اتخاذ قرار مصيري البلد محتجاه واسمحولي أعتذر من كل القامات السياسية والدينية اللي موجودة ولكن أنا عايز أبدأ بالشباب هم اللي يتكلموا الأول أنا حينة أنت طبعا إيه؟ ابن مدرسة السياسة المصرية اللي كانت طول الوقت على مدار سنين طويلة من تكلم عن ضرور التمكين الشباب وإنه في مشكلة في التواصل بين الشباب والدولة وإنه المسؤولين ما بيسمعوه الشباب كل الكلام اللي على مدار الأربعين سنة اللي فاتت بنقوله وإنه وأسدتنا في السياسة بيقولوه أنت بتلاقي نفسك في لحظة بتقرر تاريخ مستقبل هذا الوطن خارطة المستقبل والقائد العام لجيش مصر بيقولك أنا عايز أسمع الشباب أولا دي هنا إشارة بتقول أنه فيه منعج مختلف خالص عن كل اللي انت تعرفه نقطة تانية كان في اجتماع 3 يوليو في نهاية الاجتماع بعد خلاص ما تم صياغة البيان وتم الاتفاق على شكل خارطة الطريق بتنفيذ إرادة الشعب المصري اللي خرج في صورة 30 يونيو بعزل محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا الفترة الانتقالية لتفاصيل خارطة الطريق أنه قال القائد العام للقوات المسلحة في هذا الوقت أنه هذا القرار الخطير له نتائج خطيرة وصعبة هتحملها أنا وولادي في الجيش وأبنائي في الشرطة وهتشوفوا إحنا هنتحمل إزاي علشان خاطر أمن وأمان المصريين